ممس ظهر الأستاذ حمدين صباحي مع زميلنا الدكتور ضيا رشوان دي أول مرة يظهر فيها حمدين على التلفزيون من 2016 حوار طويل وزي ما قلت لحضراتكم من كام يوم وأنا بتكلم يعني ويوميها ناس كتير يا ريت بتقول ايه وازاي رأيي أحد يعني زوايا المعارضة لأنه حمدين صباحي ليس المعارضة كلها في زوايا أخرى وفي جهات أخرى وفي طيارات أخرى بيتكلم في الإصلاح السياسي وقلت لحضراتكم يومية كنت بوجه خطابي أنه حيبقى فيه كلام كتير عن الإصلاح السياسي وناس كتير بتتكلم أن الاقتصاد أهم والآخر طبعاً ولكن الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي اللي اتنين وجهين لعملة واحدة ما تقدرش تعمل واحدة وتستنى على التانية إحنا كان عندنا ظروف خلتنا نتأخر شوية في هذا الأمر كان فيه صورتين كان فيه إخوان ناس مسكة بنادق في الشوارع عمليات إرهابية الآن تقف الدولة على قدمين قويتين فتستطيع أنها تنزل بقى لموضوع السياسي وزي ما حالتكم شفتوا الراجل طلع مبارح ما حصلش أي مشاكل النهاردة الشمس طلعت الناس خبزت عيش الناس راحت المدارس الموظفين راحت الشغل حصلش أي حاجة يعني دايماً يقولك إيه لا وبتاعه دول ناس مش عارف بلد قوية سبتة مستقرة ترجمة نانسي قنقر